مرحبا بكم في الوصفة مالكة مرحبا نجدد بالقدم معنا في القناة اليوم سوف نشارك معكم بعدها كميرا بخير وعلى خير كميرا مع سيدنا رمضان الكريم سوف نكملنا عشرين بقتلين عشرية عشر ايام ان شاء الله في هذا الفيديو هذا سوف نشارك معكم التحلية على الطريقة طالين على الطريقة المهنيون سوف نشارك معكم السر النجاح بجوج للمكونة فقط سوف نشارك معكم الطريقة المحترفين اللي غنجدها معكم من الخدمة ديالنا ديالي زعماء وكيفاش كنقدمها الكليان وكيفاش يعني كيحتفظوا عليها هاد الشي كل السر ديالهم يعني من الخدمة غنشاركوه معكم في هذا الفيديو هذا تجدوها للصحور ولا الفطورة يعني الفطور ديال رمضان الكريم ولا العيد ان شاء الله لما لا او لا تجدوها يعني كل ما كتشهوا يعني شي تحلية تجدو هذه البنات كتجيب بنينا بزاف يعني مع الحلوية ديال الطاليان المفضلة عندي عندي ماسكربوني وعندي بناكوتا كنتمنى تشوفوا الفيديو تدعموا القناة وتخليونا رايكم في التعليقات خليكم معي حتى اللاخر ديال الفيديو باش غدي نجدو بناكوتا ديالنا هانتوما المقاد اللي غادي نحتجو كنحتجو هاد بريباراتو مختص بلا بناكوتا هما يعني بحال الريستورات كي يجيبو هذيك الباكية ديال كيلو ولكن بحال هذي الكيلو ما غاديش تلقوها البنات فهدا فالكوبولي ورسبين كتلقو الباكية الصغار انا قديت جوش كيسان انص من هادك بريباراتو كناخد واحدة لترو ديال القشدة الطرية القشدة الطرية اللي بناتك تعطي واحد لبنة رائعة جدا ماشي الحليب من اللي كتزيدو الحليب كتهرسو هذيك البنة ديالت ببناكوتا هنيا كنديروها غير با القشدة الطرية فقط وهذاك البيباراتو كيخلي واحد لمضاق يا سلام اخذت واحد الجاملة احطيتها على الفرن هادك ديالتو شعلت عليه اه كان خوي هذيك البنة ديالنا حتى كتسخن غير كتسخن سافي كان زيت جوج كيسان ونص اللي كان زيت ديال هادك بريباراتو كنبقى نحرق حتى كي بدا يغلق اه وكي يدوب هادك بريباراتو سافي كان خويه في الكيسان نعبر مازال واحد نص كساخر كان زيتهم اه في القاملة سافي كان بقى نحرق حتى كي يدوبلي هاد الخالد هادا كان نقص على العافية البنة وكان بقى ونحرق وحيتي لا خليناها قد يتحرق لنا وغادي تكون في عندها النكاها خيبة كان بقى ونحرقه حتى كان حصل على الخالد ديالنا اتقيل وما بقوش في هادك الكويرات ديال هادك البريباراتو سافي الكيسان ديجا وجدهم حدايا سافي كان عمر الكيسان اه كان خليوا هادك برنا كوتا ديالنا حتى كتدفى كان نغطيوها بسولوفان كان كتبو تاريخ ديال النهار اللي صوبنا في هادك برنا كوتا كان دروها في تلاجة لوقت ما كيبغيوها الكليان اللي كيطلبوها لهم الكليان ديالهم يا اما مع السيروم ديال الفخون فواز او لا مع ديال توت او لا مع الكراميل ولكن مع الكراميل البنات كتجيب بنينة بزف هانتو ما خليتها حتى دفات ودرت لها السولوفان وكتبت عليها التاريخ ديال النهار سافي كان دروها في تلاجة كل ما كيبغيها الكليان ديالهم كيما قلت لكم كيبغيوها يمال مع الفخون بوازو ولا مع هادو كنواع ديال السيرومات كلهم كينين لتحت تلاجة وفيهم الكراميل وفيهم هانتو ما نخليتها حتى بردات وخضيت واحد لكاس صغر باشا زيما نشاركوه معاكم نتبا واتعشيت بيه سافي درت لها الكراميل كان قدمها مع الكراميل مع الكراميل البنات انا كتعجبني كتر ولكن كل واحد يعني واش كنوا كيبغي معاها كين نبعد لكليان كيتلبوها كيما قلت لكم مع الفخون بوازو ولا السيروم ديال التوت او لا الكراميل ولكن مع الكراميل البنات كتجي يا سلام هذه هي باناكوتة ديالنا من الخدمة ديالي كانت تمنى تعجبكم وتجربوها وتردو علي الخبر في المنطق كونوا بتتكدين البنات إلا جربتوها ما غادش تستغنوا عليها غادي تكون يعني الحاجة اللي تكون يعني المفضلة عندكم وكيما قلت لكم عمركم ما غادش تستغنوا عليها أن يعني شي حاجة ديال الريستورات يعني اللي كي قدموها للكليان ديالهم وكل النهار إلا بغيتو ماسكاربوني حتى هو على الطريقة دياله الطاليان وكيفاش كنقدموها للكليان ديالهم يعني من الخدمة حتى هو وحتى تليكم الفيديو على القناة جمعتمكم إبناء وكينينا نواع ديال البيتزا اللي وجدناه مليكم من الخدمة والعجينة السر النجاح ديال العجينة ديالهم راني حتى تليكم 13 الفيديو على القناة ودرتهم لكم في بلايليست هذا غايكون 14 كنت تمنى يجبكم هذا الفيديو هذا وتجربوا هذا الوصفة وتردوا لي الخبر في الكمونتغ إلى اللقاء